السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنكمل مع بعض فيديوات التأسيس واحدة واحدة والناس الذين اتبعوا معي كأنكم تأخذوا كورس بالزبط. اليوم سأخذنا كله عن letter G. وماذا هو صوت G؟ طبعا سأقول لأي حد مبترئ أنه هو صوت ج ج ج. هل لي أصوات ثانية؟ طبعا. نرى الأول عن letter G. وهو صوته ج ج ج. يلا كده معايا زي كلمة GOAT GOAT كمان معانا كلمة GIRL كمان معانا كلمة BAAG 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 JAAG 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 G-G-G-G FAAG 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 PEACE % O-Y Y ايه يا اما وي في الحالة دي بنطقه ايه بنطقه ج ج ج اديني امثلة كده زي كلمة انجينير في الحالة دي بتلاقيني بنطقه ايه ج ج ج كمان عندنا كلمة ايه تاني كمان عندنا كلمة ستن جي بصوا هنا الجي جي وراها واي ففي الحالة دي برضو نطقه ج ساوند كمان عندنا كلمة جانيروس بصوا هنا الجي جي بعدها ايه ففي الحالة دي جي بعدها ايه نطقناها ج ساوند واخد بالي ان الكل قاعدة شواز لكل قاعدة شواز ماشي زي مثلا عندنا برضو جرل تبقى تقولي تب ما جرل وراها اي بس بطاقه في الحالة دي الجل ساقولك هذا انجلش يعني هو ده انجلش هو لغة كريزي شوي اوكي وكمان كلمة جات جات طبعا نحفظ الشواز وكمان هنعرفها من البراكتس مع بعض بس نبقى عالفين ان الاتر جي لو جي بعدها ايه او ايه او واي او هنقى نجد ايه او ايه نشك فيها ايه او واي كلمة نشك فيها او ايه او ايه ايه او كي ديني كده امثلة عشان افهم. زي كلمة sign. هل هنا لجينا تقطاها؟ لا ولا زينا تشايفها. sign. sign. اوكي. وكمان عندنا كلمة foreign. foreign. فارين. بصوا هنا لقينا قبل ال-gi وفي اخر الكلمة an. اوكي طبعا في امثلة كتير اكتبها لي في الكومنت. اوكي. هل في عندنا بقى في الحالة دي حاجات بنطقها وحاجات اسمها exceptions؟ نعم. اللي هي ايه؟ زي عندنا كلمة signal. هنا هو بعد قبليها i وبعديها an. وفي الحالة دي لتقطاها عادي. طبعا ده بيوضح لك لكل حالة فيها شواز. signal. وكمان عندنا signature. signature. وكمان عندنا كلمة agnostic. agnostic. في حالة بقى كمان لو لقيت كده عندنا letter g. بعدي ان. ولا كأنك شايف الجي. زي كلمة nat. نعت. نعت. اللي هي البعوضة. يبقى نركز مع بعدي كده. احنا النهاردة اتعلن ايه في letter g؟ اتعلن ان هو صوته ج ج ج. طب ساعات بنطقه ج ج ج. زي ايه؟ زي لو ج بعديه i او e او y. زي كلمة engineer. وكلمة generous. وكلمة stingy. اللي هو بخير. stingy. وطبعا عرفنا ان الكل قعدة شواز. وعرفنا امتى ما انطقوش في الكلمة. وقط كده عن حرف g. حاولت اعمل عليه practice كتير. واستناني في الفيديو اللي جاي. ان شاء الله. هيفيتكم كتير جدا جدا. اشجاء الله تنستم و一定كتنبا上 اشتنا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في سادسة آ League com Mac hier past月 وسائم اشتوكوا في طالعهم عن وعدها . اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. بريد اشتركوا في القناة.